في زيارة ميدانية تفقدية اطلع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على القدرات القتالية لمنصة إطلاق صواريخ وتشغيل الوحدة القتالية لنظام الحماية بالتحكم عن بعد من الجيل الجديد والقادر على ضمان بشكل موثوق سلامة المنشآت المحمية وبحسب بيان للوزارة فقد فحص وزير الدفاع الروسي شويغو تنفيذ المهمة القتالية لأحد أفواج تشكيل فلاديمير للصواريخ في مقاطعة كالوغا كما تم بالمناسبة معاينة أطقم النظام الصاروخي لاستراتيجي المجهز بصاروخ باليستي عابر للقارات وخلال هذه الزيارة تم عرض تقارير من القيادة حول الاستعداد القتالي للتشكيل وتكوين القتالي للوحدات الصاروخية الذي من شأنه تنظيم وتطوير الأشكال والأساليب الجديدة للعمليات العسكرية في برامج التدريب القتالية وبدوره رفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية تقريرا إلى شويغو عن التقدم المحرز في إعادة تجهيز التشكيل بأنظمة صواريخ يارس الجديدة وإنشاء بنية تحتية حديثة